بقى لنا سنوات طويلة بنقول انه شوارع مصر بقى فيها حالة كده من العشوائية والفوضى تسبب فيها مش بس طريقة قيادة الناس ودي حط حاجة كلنا مسؤولين عنها لكن كمان انواع المركبات يعني بطبيعة الحال اي تخطيط هيبقى قائم على ان انا اهي الشوارع تبقى امنة لانه الناس تمشي بامان وانه العربيات تمشي بامان وانه مثلا الراكبي الموتوسيكلات يمشو بامان وهكده يعني تعرف تحضر الشارع من انه يبقى متقسم التقسيمة دي لكن عندنا كائن دخيل كده على شوارعنا المصرية بقى له سنين الناس بتعاني منه اسمه التوكتوك والتوكتوك مش بس خطورته في شكله ولا اننا لا سمح الله بنا تعالى على انه عربية صغيرة او مركبة شكلها قبيح بصراحة لكن كمان ارتبط بحوادث كتير معدم ترخيصه في بعض الاماكن لكن هيظهر رأي من الناحية التانية ويقولك لا ده خدم اماكن كتير ما بتوصل لهاش مواصلات خدم اماكن كتير في المناطق الشعبية هيجي لك الرد من الناحية التانية ويقولك لكن شوارعنا العمومية بقى فيها غزو من التوكتوك وده لا غير لقى حضاريا بصراحة ولا طريقة القيادة ولا شكل المركبة دي يليق على كل التحضر والتقدم اللي بيحصل واللي بنحاول نوصله فيه شوارعنا في مصر ليه بقول لحضراتكم بقى الخبر ده لانه آه لما نتكلم عن انه متى ينتهي التوكتوك ده كان سؤال بقى له سنين مالوش اجابة غير اذا ظهر بديل والبديل ده لازم يكون فيه شرطين الشرط الاول انه يكون بديل سهل تطبيقه وسهل انه الناس تتكاوب معاه وتقتنيه بدلا عن التوكتوك وكمان ان الدولة تكون حاضرة عشان تنظم اختفاء التوكتوك وزهور حاجة بديلة اكثر تحضرا واكثر وده الاهم جدا واكثر امانا للناس الخبر الحلوة بقى ان وزارة الانتاج الحربي بتنفذ مشروع او نفذت بالفعل مشروع لانتاج مركبة خفيفة ليها اربع عجلات وبتعتبر عينة لمقترح بديل للتوكتوك العربية اللذيذة اللي شايفينها قدام حضراتكو دي كمان صديقة للبيئة يعني بتشتغل بالكهرباء وحجمها قريب قوي على فكرة من حجم التوكتوك وزي ما انتو شايفين شكلها جميل يعني انا اول ما شفتها قلت دي مش باسة تنفع توكتوك او بديل للتوكتوك تنفع عربية للطالبات تلوبة